السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من العبدالضعيف عبدالجلي البوجددي مشري في موقع الأنصار طلب مني أن أدلي برأيي في عجالة فيما يخص ما وكب اللقاء الأخير الذي جمع رجاء الرياضي بالهلال الفلسطيني الحديث هنا ليس عن الشق الرياضي فكباقي المقابلات القرعة حسبت أن يواجه فريق الرجاء الرياضي شقيقه الهلال الفلسطيني لكن الحدث المهم هو ما شهدناه فوق المدرجات هو المواكبة لجمهور فريق الرجاء الرياضي للحدث واستغلاله للبقابلة لكي يعبر بتعبير صادق تبنيه للقضية الفلسطينية وهذا في الحقيقة تحسينه حاصل لأن الشعب المغربي كذلك هذا هو إحساسه وجمهور فريق الرجاء الرياضي جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي هو تعاطف اتجاه إخواننا في فلسطين للرفع من معنوياتهم وذلك أضعف الإيمان وهو كذلك رسالة للذين خذلوا والذين تقاعسوا في ملف القضية الفلسطينية فلسطين حرة حتى النصر إن شاء الله هو القدس عاصمة لها وسيستمر جمهور فريق الرجاء الرياضي في تبني هذه القضية لأن الجمهور أخذ على عاتقه أن يساند مثل هذه الأمور الخاصة بالشعوب المغهورة كما تقول أغنية فلسطين الحبيبة تحية تحية صادقة من القلب إلى الشعب الفلسطيني وإلى كل العرب وكل المسلمين الذين يحملون قضية فلسطين في قلوبهم فلسطين حتى النصر إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته